أهلا بكم تأثر قطاع سياحة في الأردن بانتشار فيروس كورونا العالمي حيث التغت نسبة كبيرة من الحجوزات السياحية الخارجية في حين تتجه وزارة السياحة والأثار إلى وضع خطة حكومية لإنقاذ القطاع فيروس كورونا بدأ تأثيره يظهر بقوة سلبية على القطاع السياحي ما استدعى وزارة السياحة والأثار إلى العمل ضمن فريق يمثل كافة الجمعيات السياحية لوضع خطة لمتابعة تداعيات الفيروس على القطاع بالتركيز على السياحة الداخلية تزامن انتشار الفيروس مع بداية الموسم السياح وبالتالي في متابعة يومية أساس أيضا تتماشى مع القرارات التي تصدر من مركز الأزمات والمسار الثاني التخطيط للمستقبل بحيث لا ننتظر حين يتعافى إن شاء الله قريبا القطاع أن نجد سياح يعني أن يكون هناك في الحال سياح البديل الذي نتأمل أيضا أن لا يمنعنا انتشار الحال أكثر أن لا يمنعنا من الذهاب لخيار السياحة المحلية وتكثيف السياحة المحلية وخاصة أن لدينا برنامج أردن نجنة الذي سنطلق قريبا ترقب وانتظار وحلول مقترحة أبداها القطاع الخاص لتدارك تبعات تأثير الكورونا على القطاع السياحي بعد أن شهد تراجعا في نسب الحجوزات من السياحة الخارجية مع أي توجه لحماية البلد ولحماية المواطن في هذا البلد إحنا هلأ الموسم تبعنا شهر اثنين وثلاثة وأربعة الله يعطيك العافل الحمد لله رب العالمين ولكن نتمنى أن نلاحق الموسم بالخريف اللي هو شهر تسعة وعشر وعشر يعني هلأ إحنا كل التوقعات وكل الحجم اللي كان عنا موجود فيه في هذا الموسم كل يعته عم يتلاشى وعم يلغى يوم بعد يوم يعني السوق الإيطالي صار سفر السوق الصيني صار سفر وهلأ صار فيه إجراءات جديدة على القادمين من ألمانيا ومن فرنسا ومن إسبانيا وأنا بأعتقد من يبدأ يبدأ من يوم السبت أعتقد أنه ما راح يجينا سواح نحن حاليا خسرنا السياحة اللي بدأ تيجي الموسم هذا شهر تلاتة وأربعة وخمسة خسرناها لأن نخسرنا لحد الآن سبعين لثمانين بالمئة وهذا الرقم غير مبالغ فيه هذا الرقم حقيقي أو هاي النسبة حقيقية ورح نخسر أكثر إذا استمر عدم تدارك الأمر التسويق في دول الخليج دول الخليج فيها جاليات أجنبية تمثل عدد كبير من سكانها بإمكانها نستقطبهم قطاع الفنادق والمطاعم السياحية لم يسلم أيضا من انتشار الفيروس عالميا خاصة مع إلغاء الوفود السياحية الأجنبية زياراتها للأردن أصبح عندنا اليوم تقريبا بحدود الأربعين إلى خمسة وأربعين بالمئة نسبة الكنسليشن بالفنادق وأيضا بالنسبة للوفود السياحية اللي عم تيجي عن طريق البر وعن طريق الجو وعن طريق البحر في عندنا اجتماعات ولقاءات مع زملائي بالفنادق وإن شاء الله سيكون هناك تعرف وأسعار للسياحة الداخلية لتجيع السياحة الداخلية على الأقل لإشغال المطاعم والفنادق وأيضا مكاتب السياحة بهذا الموضوع السياحة الداخلية كنز وجب استثماره في ظل انتشار أزمة كورونا عالميا باعتبارها طوق نجاح للقطاع السياحي وربما للاقتصاد الوطني ككل ليلة خالد رؤية مع انتشار أو مع بداية انتشار فيروس كورونا ظهرت تخوفات من احتمالية نقص في البضائع الصينية في الأسواق الأردنية وبات تجار يراقبون تطورات الأوضاع لاتخاذ إجراءات لضمان انسيابية السلاع إلى الأسواق بما فيها البحث عن أسواق جديدة في وقت أكدوا فيه استمرار الطلب على السلاع الصينية نقص البضائع في الأسواق الأردنية مخاوف يواجهها التجار في حال استمرار الأزمة الاقتصادية جراء فيروس كورونا وما سينتج عنها من نقص في البضائع الصينية ما دفع غرفة تجارة عمان إلى تشكيل خلية أزمة لتأمين بدائل من دول أخرى ما عنا مشكلة في الطلب عنا مشكلة الآن كيف نؤمن المملكة في المستقبل في البضاعة الصينية في حال استمرت الأزمة اليوم نبحث عن بدائل خاصة من قطاع الألبسية وقطاع الكهربائيات وبدائنا كغرفة شكلنا خلية أزمة لكن المواطن إن شاء الله يعني البضاعة موجودة حتى ثلاث شهور على الأقل من الصين لن يرتفع سعرها أو تشهد نقص اليوم دورنا كغرفة تجارة أن نؤمن المملكة بدائل لكن موضوع أنها تأثرت أم لا كان في البداية لكن أنا وضعت درجة الأمور إلى طبيعتها في حين رأى خبير اقتصادي أن المنتجات الصينية عادت طلب عليها من جديد بعد أن كان هناك تخوف في الأيام الأولى من الأزمة هناك بعض التخوف في الشارع الأردني من المنتجات الصينية وذلك بسبب الإشاعات في الحقيقة أن المنتج الصيني مشان يوصل للبلد بياخد تلاتين يوم هذا الفيروس ينتقل من خلال الرذاذ وليس من خلال الهواء وقاله عمر بين عشر إلى أرباط عشر يوم البضاعة الصينية بتأخذ تلاتين يوم لتوصل للأردن من بداية شحنة وبعد تخليصها وإلخ إلخ يعني بتأخذ لها شهرين فأي بضاعة صينية بتوصلنا بيكون ميت الفيروس فيها لو كان عليها فيروس بيكون ميت من شهور فلا يوجد سبب للتخوف من هذه البضاعة الصينية بشكل عام يعني كان الأوضاع تجريه أصلا صعب بالماضي يعني من حوالي سبعة شهور يعني كان في رخود اقتصادي شديد كافة قطعاتنا كبيضات وكألبسة وأقمشة بس يعني الناس تتلقى تماما يعني ما لو دخل الفيروس بالبضاعة لأن أصلا سمعتوا أن الفيروس بموت بعد 12 ساعة أي سخطح جاف فأنا لو أشري منتج صيني يعني جاف ما فيه مثلا مواد سائلة أو مثلا إشي غذائي يعني ما فيه مشكلة شراح هذه المواد الصينية هي قديمة تخزينها بالأردن مش قبل الكورورة كانت ولذلك ما فيه ما يمنع عنه من شراحها حالة من الترقب تشهدها الأسواق لما ستأول إليه التطورات التجارية والاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية وما يرافق ذلك من تدابير لمنع تمدده لباقي المناطق أعلنت السلطة الفلسطينية عن مجموعة قرارات من شأنها حماية المواطنين رغم أنها ستنعكس على الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي مع بداية شهر آذار الحال خفضت السياحة لفلسطين المحتلة بشكل ملحوظ حتى كادت تخلو جميع المدن والقرى من السياحة الخارجية يأتي ذلك مع إلغاء حجوزات السياح القادمين من الدول المحظورة فلسطينيا في ظل انتشار فيروس كورونا في أكثر من تسعين دولة حول العالم اضطرنا لإغلاق مدينة بيت لحم من أجل سلامة أهلها ومن أجل حرصنا على عدم الانتشار خارج حدود المدينة والمحافظة هو أيضا في تنسيقنا مع أهلنا في الجانب الأردني مع دولة رئيس الوزراء وحكومته بتوجيه من سيادة الرئيس وجلالة الملك قد نضطر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي أيضا قد نضطر إلى أغلاق الجسور في الأيام القادمة وفي ظل التخبط العالمي في التعامل مع الفيروس والذي يؤثر على كل مناح الحياة فإن الحكومة الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ وأغلقت جميع المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية في معظم محافظات الوطن لمنع تفش الفيروس إلى جانب تدهور الحالة الاقتصادية جراء ذلك فإن الحكومة الفلسطينية أعلنت أن تكلفة الفيروس على خزينة الدولة قد تصل من 300 إلى 400 مليون شيكل في حال استمر الوضع كما هو عليه القطاعات أخرى تتضررت أيضا على سبيل مثال قطاع المواصلات لا سيما أن هناك محدودية الآن للتنكل ما بين مدن الضفة وأيضا داخل المدن وبالتالي بالإضافة لإغلاق الجامعات والمدارس وهذا يؤثر أيضا على قطاع المواصلات بشكل كبير جدا وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح أيضا قطاعات أخرى تضررت في قطاع المبيعات في الأسواق بشكل عام تضررت لا سيما الكماليات وقضايا المتعلقة بالملابس هذه القطاعات أيضا تضررت وبسبب تضرر قطاع المواصلات هناك أيضا تأثير على القطاع الأكبر في فلسطين وهو قطاع البناء أما فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني المحتل فإن عدد المصابين في الفيروس ارتفع إلى ثمانية وخمسين لكن حكومة الاحتلال لم تعلن حتى اليوم أي تأغلاقات للمحال التجارية أو الفنادق من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية أعلن مدير عام الهيئة البحرية الأردنية نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة الأردنية المصرية للنقل البحري التي عقدت في العقبة على مداري ثلاثة أيام والتي أسفرت عن الاتفاق على معاملة السفن الأردنية معاملة السفن المصرية العاملة في الموانئ المصرية في عنا حركة نشطة للمسافرين ما بين ميناء العقبة وميناء النوابع حوالي ثلاثمائة ألف مسافر سنويا باستخدموا هذا المعبر الهام بالإضافة إلى مئة ألف مسافر ما بين المنتجات السياحية الأردنية ومنتجات طابة المصرية وبالتالي يتطلب منها يكون في خطة طوارئ للتعامل مع حالات البحث والإنقاذ لا سمح الله في حال حدوث طارئ من الشغلات أيضا اللي ناقشناها موضوع تسهيل التجارة لانسياب البضائع الأردنية إلى الموانئ المصرية المطلعة على البحر الأبيض المتوسط وانتقالها إلى الموانئ الأوروبية من الأمور المهمة اللي طلبها الجانب المصري أنه تزويدهم بدراسة حول هذا الموضوع بحيث أنه يتم دراستها واتخاذ القرار المناسب سيكون فيه اجتماع إن شاء الله مع الجانب المصري بشهر عشرة من 2020 لبحث ما يتبقى من الأمور العالقة في هذا المجال بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط والذي هز الأسواق العالمية ناقش رئيس الأمريكي دونالد ترامب أسواق الطاقة العالمية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفق ما أعلن البيت الأبيض وارتفعت أسعار النفط 8% في ثاني جلسات تداول الأسبوع ليسجل برينت 37 دولار و21 سنة للبرميل والخام الأمريكي 33 دولار و59 سنة للبرميل لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما ويتطلع المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ في إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر